السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ربكم بخير لو حضرتك بتعاني من ان الهارد ديسك بتاعك اصبح مملوء على الاخر ففي الغالب الملفات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر في ملفات منها كتير متقررة في الفيديو ده بازن الله هعلمك ازاي تحسف الملفات المتقررة اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك وتستفيد من المساحة الكاملة بتاع الهارد ديسك بتاعك بأداية بسيطة مجانية مية في المية سرعة استروها لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو للنهائي طيب هنعمل ده مع بعض ازاي بمنطقة البساطة حضرتك هتروح تفتح المتصفح الخاص بيك وتيجي في خانة البحث الفوق ديه هتضع الرابط اللي انا ان شاء الله هتركه لك في قلبي صندوق الوصف الخاص بالفيديو وبعد كده تضغط على انتر من لوحة المفاتيح الخاصة بيك هيفتح معاك الموقع ده طبعا موقع ده موقع جيت هاب الموقع ده طبعا موقع موسوك في البرامج اللي بيه ادامهم نبدأ ننزل لتحت وناخد اللي هي الخيار الاولاني دي اللي هو البرنامج اسمه ديب كلير هبدأ اضغط على تحميل تمام كده هنتظر لحد ديه ما يبدأ يظهر معايا الملف طبعا الملف الميزة اللي فيه انه هو مساحته صغيرة جدا وسريع جدا خفيفة على جهاز الكمبيوتر هو مساحته واحد ميجا ونصف هبدأ اضغط على تحميل زي ما حدرك شايف كده تم تحميل البرنامج بنجاح بعد تحميل البرنامج زي ما حدرك شايف كده اظهر عندي على سطح المكتب طبعا انا اه دخلت جبته من المكان اللي اتحمل فيه اللي هو البرنامج اسمه ديب كلير كل اللي انا هعمله هبدأ اعمله عملية تسطيب عادية جدا هبدأ اقول له نعم تمام وبعد كده اختار اي اكسبت واضغط على نيكست وبعد كده نيكست وبعد كده نيكست وبعد كده نيكست وبعد كده انستول تمام وهنتظر لحد ما يتم عملية اه التحميل والتسبيت على جهاز الكمبيوتر زي ما حدرك شايف كده هبدأ اضغط على تمام كده هوت كده احنا انتهينا من تثبيت البرنامج زي ما حدرك شايف كده هو فتح عندي على طول طبعا انا كنت جربت البرنامج قبل كده فهمسح اللي هو المكان اللي انا كنت بعمل عليه عملية البحث ده عشان اوري لحضراتك نعمل ايه بالزبط هيفتح معي البرنامج بالصورة ديت تمام هنا في الخيارات بتاع عملية البحث عن الملفات المكررة الافضل طبعا ان انت سيبه للاعدادات اللي كانت موجودة او الاعدادات الافتراضية بتاع البرنامج هنا بيبحث عن المحتوى اللي موجود عليه الملف فده افضل خيار للبحث هتسيبه زي ما هو كده ده الخيار الافتراضي تمام لو حابب بقى ان انت تبحث عنه عن طريق الاسم او عن طريق التاريخ او عن طريق التعديلات اللي عملتها عليه او حسب النوع بس انا نصيحة حضرتك ابحث عن طريق المحتوى ده افضل لانه يدور لك عن المحتوى المتشابه حتى لو كان الاسم مختلف تمام بعد كده حضرتك تبدأ تحدد له المكان اللي انت هتعمل فيه عملية البحث تضغط على اد فولدر تمام كده هيبدأ يستعرض معك جهاز الكمبيوتر الخاص هتبدأ تنزل على هذا الكمبيوتر هيبدأ يزهر ليك البرتشنات الخاصة اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بالكامل تبدأ حضرتك تختار البرتشن اللي عايز تعمل عليه عملية الفحص عن ملفات متقررة تمام وتبدأ تحدده وبعد تتضغط على موافق هيبدأ يزهر معك بالصورة ديت ممكن حضرتك تضيف اكتر من برتشن في وقت واحد وممكن تعمل فحص على برتشن برتشن زي ما حضرتك تحبي يعني انا لو حابب ان انا اضيف برتشن تاني هبدأ افتح برضو مرة تانية وابدأ احدد البرتشن اللي انا عايز اعمل عليه عملية فحص وابدأ اختار آآ موافق زي ما حضرتك شايف كده هنا حدد لي آآ برتشنين آآ اعمل عليهم عملية الفحص عن الملفات المقررة ممكن بقى تضيف باقي البرتشنات الخاصة بجهاز الكمبيوتر آآ بتاعك زي ما حضرتك تحبي انا طبعا عشان ما طولش على حضرتك الفيديو هختار برتشن واحد بس لابدأ اعمل عليه عملية الفحص تمام بعد ما عملت آآ البرتشن وحددته تمام ممكن بقى تضغط على ستارت هيبدأ هو يعمل عملية آآ فحص سريع لهذا البرتشن عن الملفات المتقررة كل اللي مطلوب منك ان انت هتنتظر لحين الانتهاء من عملية الفحص طبعا زي ما حراك شايف كده عملية الفحص سريعة جدا جدا يعني بسترقش وقت كبير معاك هننتظر لحين ما تتم عملية الفحص ويظهر لنا الملفات المتقررة تابع معاك زي ما حراك شايف كده آآ تم الانتهاء من فحص كل الملفات اللي موجودة على البرتشن اللي انا حددته للبرنامج كل اللي انت هتعمله وتضغط على او كي زي ما حراك شايف كده ازهر لك على طول الملفات اللي متقررة على البرتشن لو حضرتك لاحظت هتلاقي ان هو محدد لك علامة صح على النسخة المتقررة وسايب لك نسخة آآ من الملف يعني في نسختين موجودين فهو علم لك على نسخة واحدة وساب لك النسخة التانية بحيس ان انت لما تبدأ عملية المسح يفضل عندك نسخة واحدة بس والنسخة المتقررة هيتم مسحها زي ما حراك شايف كده قد ايه ملفات تلاقت متقررة على هذا البرتشن الخاص بجهاز الكمبيوتر آآ بتاعي زي ما حراك شايف كده ده ملفات كتيرة جدا بتهلك طبعا مساحة كبيرة على جهاز الكمبيوتر او على البرتشن وانا مش واخد بالي المساحة اللي انا هستفدها في حالة حسف هذه الملفات حوالي ستمية تسعة وتمانين ميجا يعني داخل على قرب واحد جيجا طيب هنمسح الملفات دي ازاي ولما هتم مسحها هتروح فين كل اللي حضرتك هتعمله هتختار اللي هو دليت آآ اللي هو بالاحمر ده حضرتك هيبدأ يحزف لك ملف من الملفات اللي موجودة ويخلي لك ملف تاني الميزة في البرنامج ان هو عملية المسح مش مسح نهائي هو بيمسح لك الملفات ويودها لك على سلة المحزوفات بحيس ان انت لو حبيت تتراضع عن عملية المسح يبقى في امكانية ان انت تستعيد الملف مرة تانية يعني مش بيمسح لك الملف بصورة نهائية فانا كل اللي انا هعمله دوقتي هضغط على دليت تمام انا حرك شايف هيبدأ يقول لي انت موافق على عملية المسح وبيقول لي ان هو هيمسح لي متين ستة وسبعين ملف وهيوديهم على سلة المحزوفات يعني مفيش اي قلق لو في ملف حضرتك كنت محتاج وتقدر ترجعه تاني بمنتهى البساطة هبدأ اضغط على موافق كمام زي ما حرك شايف هيبدأ يمسح الملفات اللي متقرر على جهاز الكمبيوتر كمام وبرضو عملية المسح عملية سريعة زي ما كان برضو عملية الفحص كانت عملية سريعة تابع معي انا انتظر طبعا لحين الانتهاء من المسح وارل حضرتك النتيجة زي ما حرك شايف كده هو بيقول لي ان هو مسح متين آآ ستة وسبعين ملف والمساح بتاعتهم دخل على سبعمائة ميجا ابدأ اضغط على موافق كمام لو لاحظت هتلاقي الملفات في ملف اصبح الكلام بتاعه مظلل ده اللي تم مسحه وفي ملف الكلام بتاعه واضح ده اللي لسه موجود يبا هو مسح لي بس الملفات اللي متقررها لكن الملف منهم فضل على جهاز الكمبيوتر طيب لو حابب اتأكد هل الملفات تم مسحه سورة نهائية ولا موجودة في سلة المحزوفات ابدأ اروح على سلة المحزوفات الخاصة بجهاز الكمبيوتر الاحظ ان كل الملفات اللي انا قمت بمسحها موجودة في سلة المحزوفات يعني لو حضرتك حابب ان انت تعمل استعادة لهذه الملفات مرة تانية لو كان في ملف انت حابب ان انت ترجعه ما فيش اي قلق ما فيش اي خوف تقدر ترجع الملف تاني لجهاز الكمبيوتر الخاص بي كل اللي انت هتعمله هتبدأ تقول استعادة كافة العناصر او ان انت تحدد عنصر معين وتبدأ تستعيده بمنتهى البساطة تمام? آآ طبعا الميزة اللي موجودة في البرنامج ان البرنامج آآ برنامج مجاني بالكامل زي ما حارف شايف كده. ده برنامج مجاني مش مدفوع حضرك مش هدفع فيه ولا جنيه. وفي نفس الوقت هتستفاد بان هو برنامج خفيف وبرنامج سريع على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة